موسيقى قال وزير الشؤون الخارجية وتعاون الافريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناثر بوريطا يوم الاربعاء بالرباط ان المغرب يؤكد ان ليبيا ليست اصلا تجاريا ديبلوماسيا يمكن استغلاله لايقامة المؤتمرات واخذ الثور وغيرها واضاف بوريطا ان ليبيا هي معاناة الشعب ليبيا هي عدم الاستقرار في المنطقة وليبيا هي مصير دولة وبالتالي لا يجب التعامل مع الازمة الليبية كأنها رافعة ديبلوماسية او عنصر لخلقي استعراضات ديبلوماسية واوضح في لقاء صحفي عقب مباحثات عجرها مع وزير الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس ان التدخلات الخارجية في ليبيا سيكون لها اثر سلبية على كل المجهودات الرامية الى اعادة الاستقرار بالبلاد واضاف المغرب الذي عبر سابقا عن موقفه من الازمة الليبية يعتبر بان التدخل الخارجية بما في ذلك العسكري في ليبيا يعقد الامر الليبية ويؤثر ثلبا على المشهود الدولية لحل هذه الازمة موضحا ان هذه التدخلات سيكون لها اثر سلبية على كل المجهودات الرامية الى اعادة الاستقرار في ليبيا واشار الى ان المغرب لا يرى ان الحل في ليبيا يمكن ان يكون حلا عسكريا وانما لا يمكن ان يكون الا حلا سياسيا يأتي من الليبيين انفسهم كما حدث في الصخيرات بمصاحبته ومواكبة من المجتمع الدولية موشرا الى ان حل الازمة الليبية لا يمكن ان يكون من الخارج ولا يمكن ان يخدم اجندات اجنبية واشدد على ان ليبيا تحتاج معالجة الرزينة ومثؤولة بعيدا عن كل المناورات واستغلال معاناة الشعب الليبي منسجلا ان المغرب يتأثف لكون بعض الاطراف تجر الليبيين الى اخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي متسائلا عن مدى مطابقة هذه الالتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات وتبع قوله اننا نعتقد بان هذه الالتزامات القانونية وهذه المواقف السياسية التي تجر بعد اطراف الحكومة الليبية ومختلف الفصائل الليبية اليها تخدم اجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ولا علاقة لها بما يريد سكان ليبيا من استقرار والسلامة واردف بوريطا قائلا نحن اليوم في مرحلة حافمة في تطور الملف الليبي تحتاج الى تنثيق ومثئولية والى ابعاد ليبيا والشعب الليبي عن اجندات وعن التزامات قانونية لا تخدم الاستقرار والسلم في هذا البلد ولفت الى انه تم الاتفاق مع وزير الخارجية اليونانية على ان ننصق اكثر في المستقبل مواقفنا حول الازمة الليبية وعلى الاشتغال ثويا بهدف الدفع نحو حل سياسية مبني على اتفاق الصخيرات الذي يعد لحد الثعاء التجربة الدبلوماسية الناجحة الوحيدة في معالجة الملف الليبي وبخصوص اجتماع برلين المقبل حول ليبيا قال بوريطا انه سيكون الاجتماع الدولي الثابع منذ اجتماع الصخيرات معربا عن امله في ان لا يكون مصيروك الاجتماعات الستة الاخرى مؤكدا ان ما نتمنه بالاساس هو ان يتم الاشتغال ما بعد برلين بمسؤوليتنا لاجاد حلول عملية مبنية على اتفاق الصخيرات للازمة الليبية اجرى الملك محمد الثالث اليوم الخميس مباحثات هاتفية مع قيس سعيدة رئيس الجمهورية التونسية من جانبه وجه رئيس الجمهورية التونسية ايضا الدعوة للملك محمد الثالث لزيارة بلده الثانية تونس من اجل فتح مستقبل واعدة وافاق رحبة للعلاقات التونائية بين الشعبين الشقيقين وقدم رئيس الجمهورية بالمناسبة شكره وتقديره للملك محمد الثالث على افاده رئيسي مجلس النواب والمستشارين خلال جلسة اداء اليمين الدستورية وفيما يلي نص بلاغ للذيوان الملكية اجرى صاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصره الله يومه الخميس مباحثات هاتفية مع فخمة السيد قيس سعيدة رئيس الجمهورية التونسية وشكلت هذه المباحثات التي جاءت بمبادرة من جلالة الملك مناسبة لتذكير بالعلاقات التاريخية القوية بين البلدين المغاربيين الشقيقين والاتفاق على تبادل الثيارات قريبا بين قائدي البلدين ووصل قيس سعيدة لقصر قرطاج في اكتوبر من عام 2019 كمرشح مستقل بعدما تفوق على منافسه رجل الأعمال والملياردير نبيل قروي عقب اعلان اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم داخل الثالة يوم الثلاثة عن الانسحاب من البطولة الافريقية لعام 2020 التي تحتضنها مدينة العيون اعلن رئيس الاتحاد دانيد جوردن يوم الاربعاء ان حكومة جنوب افريقيا هي من دفعتهم لاتخاذ هذا القرار واشرت جوردن الى ان الاتحاد كان يرغب في المشاركة في البطولة الا ان تدخل الحكومة اجبرهم في النهاية على اعلان الانسحاب موشرا الى ان الحكومة ابلغتهم بان عليهم ان لا يشاركوا في البطولة انسجاما مع سياسة البلد وموقفها من نزاع السحراء مؤكدا بان الامر محذر لان اللاعبين كانوا يتطلعون الى المشاركة في البطولة لكن السياسة منعتهم في النهاية وفي سياق متصل افادت مصادر متطابقة ان حكومة بريطوريا تمارس ضغوطا شديدة على كل من انجولا والمزنبيق العدوتين بمجموعة التنمية لذول الجنوب الافريقية الصادق لدفعه مال الانسحاب من البطولة مستغلة في ذلك التأثير السياسي والاقتصادية الذي تتمتع به داخل المجموعة وكان اتحاد الجنوب افريقيا لكرة القدم داخل الصالة قد اعلن عن قراره بالغاء مشاركة فريقه في بطولة كاث افريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي ستحتضنها مدينة العيون وذلك بضغط من الحكومة بسبب مواقف العذائية المتواصلة لمصالح المملكة وانحياذها الكاملة لاطروحة البوليسارو الانفصالية والجزائر بخصوص النزاع الاقليمية حول الصحراء المغربية وهي المواقفة التي ضلت تعيق تطوير العلاقة بين البلدين رغم المبادرات المغربية ومحاولات تطبيع العلاقات ومد جسور التعاون بين البلدين يشار الى ان مدينة العيون ستحتضن في الفترة ما بين الثامن والعشرين يناير الجارية والثابع فبراير القادمة بطولة كاث افريقيا لكرة القدم داخل القاعة وذلك بعد ان قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكافة منحى مدينة العيون شرف تنظيم هذه التداهرة القارية بعد استجابتها لدفسر التحملات الذي وضعته الكافة من اجل الضفر بتنظيم مثل هذه التداهرة القارية وهو ما يعكس الثمع الرياضية التي باتت تتمتع بها المدينة على المستوى الوطني والقاري والدولي بفضل الاشواط الكبيرة التي قطعتها في سبيل تطوير التجهيذات والبنيات الاساسية الرياضية والتي تضاهي كبريات المرافق والبنيات الرياضية الوطنية والعالمية وثطات الزايد حدة هجوم الجارة الشرقية الجزائر ينتظر ان يرفع المغرب اقاعة عزيز حضور التمثليات الدبلوماسية الاجنبية في العقالين الجنوبية خلال الاسبوع الجارية وفي ذات الثياق اوضحت مصادر انه من المنتدر ان يشارك يوم الجمعة المقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغارب المقيمين بالخارج ناثر بوريطا في افتتاح قنصلية عامة للقابون في مدينة العيون رفقة وزير الخارجية القابونية الان كلود وفي نفس اليوم ينتظر ان يحل بوريطا كذلك بمدينة الداخل رفقة مسؤولين افارقة لافتتاح قنصلية لدولة غينيا كوناكري ويأتي افتتاح القنصليتين الجديدتين بعد ايام من افتتاح قنصلية لجزر القمر في العيون وقنصلية جامبيا في مدينة الداخلة وسط هجوم حاد ثدرة بشكل رسمي عن الخارجية الجزائرية وانفصالي البوليساريو وتعد هذه الخطوة الدبلوماسية التي تعيش الأقاليم الجنوبية بمثابة اعتراف الدول الافريقية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويستجب افتتاح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمعايير والممارسات الدبلوماسية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963 كما يعد اختراقا للدبلوماسية الإقليمية عندما تؤكد البلدان رسميا حق المغرب المعترف به في الصحراء المصنع المغربي للأدوية جاهز في رواندا وسيطلق الإنتاج في يوليوذ من هذه الثنة حسب الصحيفة المحلية الرواندية كيتابريس فإن الإنتاج في مصنع الأدوية المغربية كوبر فارما سينطلق في يوليوذ من هذه الثنة وسيوفر في المرحلة الأولى 40 منصب شغل لمختصين في صناعة الأدوية في رواندا قامت الشركة كوبر فارما المغربية بتوقيع اتفاق تعاونه مع مجلس التنمية الرواندية سنة 2016 لإنشاء هذا المصنع الذي سيختص في صناعة المضادات الحيوية من نوع بيتالاكتانين وقد أطلقت أشغال بناء سنة 2017 المساحة الإجمالية للمصنع تبلغ 2 هكتار وسيقوم بالإنتاج في 16 المقبلة الثائل الوريدي إيذي الذي يحقن للمرضى في الحالات الجد المستعجرة قبل أن يصنع في المرحلة الثانية المضادات الحيوية من نوع بيتالاكتانين شركة كوبر فارما مغربية أسست سنة 1933 متخصصة في صنع وإنتاج الأدوية توظف أكثر من 1500 شخص وتتوفر على تسعة مراكز للتصنيع توظف أكثر من 1500 شخص وتتوفر على تسعة مراكز للتصنيع من أهم مصنعي تتملي البوبوثكورة بالدار البيضاء الشركة تقوم أيضا باستثمارات بإفريقيا وخاصة بالكوديفور رواندا متواجدة في الشرق الأوسط لإفريقيا ويبلغ عدد الثكانها ما يقارب 13 مليون نسمة ويعد الفرانك الرواندية العملة الرسمية للبلاد هذا الاستثمار سيساعد رواندا على تقليص فاتورة استراد الأدوية والتي فاقت سنة 2016 74 مليار فرانك رواندية